صلاحيات الرئاسة الأمريكية لأول مرة في يد سيدة فقد نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن نقل لمدة ساعة وخمس وعشرين دقيقة فقط سلطة الرئاسة إلى نائبته كامالا هاريس خلال خضوعه لفحوص طبية روتينية وتحديدا تنظير القولون لاحقا أعنى للبيت الأبيض أن بايدن عاد لممارسة مهامه بعد إنهاء فحوصه هذا الإجراء سبق وحصل مع رؤساء سابقين ومنهم جورج دابليو بوش فماذا يعني إجراء نقل الصلاحيات الرئاسية في الولايات المتحدة وماذا عن الوضع الطبي للرئيس جو بايدن معنا من بلنينغتن في ولاية فارمونت الكاتبة الصحفية تشارلوت دانت أهلا بك سيدة تشارلوت عبر سكاينيوز عربية أولا ما هي الصلاحيات وفق ما تنقلته أيضا وسائل إعلام أمريكية ما حصلت عليه كامالا هاريس هي فعلا أصبحت رئيسة لساعة وأقل بقليل من نصف ساعة وأي صلاحيات أريطت بها طوال هذه الفترة وفق القوانين والدستير الأمريكية حسب التعديل الدستوري الخامس والعشرين هي تغلت منصب الرئيس وأصبحت رئيسة رسميا في الوقت الذي خضع فيه لتخدير الربط اليوم بين سن الرئيس جو بايدن غدا سيبلغ تسعة وسبعين عاما عام الأخير قبل دخوله أيضا العقد التاسع ترشحه في العام الفين واربعة وعشرين كل هذه التساؤلات اليوم طرحتها الصحافة الأمريكية وأيضا في برامج تناقش في هذه اللحظة كل هذه الاحتمالات أي من الاحتمالات أقرب بعد اليوم هذه الحادثة الاستثنائية المرتبطة بصحة الرئيس؟ أعتقد أن هناك العديد من التخمينات وخصوصا من قبل الجمهوريين الذين دائما يهتمون بصحة جو بايدن وعندما كان الرئيس ترامب رئيسا ما كان يحدث ذلك وبالمناسبة كان يرفض أن يعين مايك بينس يشغل منصبة عندما يخدع لفحوص روتينية وقد يكون خدع لفحوص تبية عدة لكنه كان يرفض التخدير حتى لا يعطي صلاحياته لمايك بينس لكن بايدن لم يجد غضبة نهائيا في أن يفعل هذا الأمر رغم أن الفحوص روتينية ولكن ألافت أيضا سيدة شارلوت بأن كل الرؤساء منذ أكثر من خمسين عاما يسعون للترشح لولاية ثانية ولكن سن الرئيس جو بايدن هو الذي يفرض كل ما أسميته حضرتك التكاهنات وربما أيضا يفرض المزيد من التساؤلات وما المرتبط ربما بدور كامالا هاريس في هذه الولاية كنائبة للرئيس وكأول امرأة قد تترشح عند الولاية الثانية للرئيس وقد تصبح هي الرئيسة بالتأكيد إذا لم يترشح جو بايدن للولاية الثانية فإنها ستترشح لمنصب الرئاسة في 2024 وبالتالي قد تصبح رئيسة هذا أمر وارد وبالتالي إذا حدث أي شيء من هذا فهي التي ستكون مرشحة طيب استطلاعات الرأي أيضا التي كانت حصلت بعد انتخاب جو بايدن والمرتبطة بولايته الثانية وبأنه يتمتع بصحة جيدة هو له أيضا تاريخ سياسي حافل بالإنجازات وبالمراحل المختلفة ماذا تعني ولاية ثانية بالنسبة لي جو بايدن وهو سيكون قد بلغ السادسة والثمانين مع انتهائها لم أسمع الجزء الثاني من سؤالك لو تعيده الولاية الثانية للرئيس وفق استطلاعات الرأي للناخبين الذين اقترعوا لي جو بايدن ومن ضمن حزبه ولكن ماذا يعني بأن يكون الرئيس عند نهاية ولايته الثانية قد بلغ السادسة والثمانين نعم هذا صحيح الجميع سيتابع صحته عن كثب وعلي أن يتخذ قرارا هل يترسح لولايته ثانية لن يفعل ذلك في رأيي دائما هناك تكهنات وتخمينات حول الولاية ويكون هناك قائمة بالإنجازات المنشودة وهو يأمل أن يحقق إنجازاته في الولاية الأولى وقد يقوم باتخاذ بعض القرارات والخيارات الآن بعد تمرير خطته للبناء أفضل مجددان وبعد ذلك إذا حقق هذه الإنجازات في الولاية الأولى يمكن أن يترسحها للولاية الثانية كل هذا وارد الحديث بأن صورة كمالا هارس تضررت هي تحدثت أيضا عن خلل في عمل فريقها وشعورها أيضا بالأحباط من المهام الصعبة الموكلة إليها في عدد كبير من الملفات في مقدمها أيضا الملفات التي كانت خلافية مع بداية ولاية الرئيس كيف يمكن أن تنجح أيضا كمالا هارس في تحسين صورتها بالنسبة لوضع كمالا هارس فريقها وعضاء فريقها يعتبرون أنها تتحيز لأنها تعطى لها بعض القضايا الصعبة والشائكة مثل قضية الحدود مع المكسيك لكن عندما وصل الأمر للصحافة أصبح يتحدث عنه بشكل كبير الآن نراها مثلا تأخذ بعض المسؤوليات الأكبر وكانت مع بايدن للإعلان عن تمرير خطة البنية التحتية وأعطي لها المجال لتضيب دلوها على أن أعتقد أن كمالا هارس لها كفاءة عالية وأرى أن حزبها يعتقد ذلك أيضا أشكرك جزيلا شكرا الكاتبة الصحفية تشارلوت دانت كنت معنا من برنغتون في ولاية فيرموت من جديد شكرا جزيلا لك